من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند نروح للترند المحلي ونشوف أخبار منتخباتنا الوطنية المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي خلال الفترة اللي جاية الوطن سبورت ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر أيضا بيقول أن في سبع وجوه جديدة في قائمة فيتوريا المبدئية لمنتخب مصر أبرزهم مدافع البوندزليجا لاعب مصري بيلعب في الدور الألماني طب من السبع وجوه الجديدة؟ محمد طلبة مدافع نادي بخم الألماني سيد نمار وحسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك زياد طارق لاعب النادي الأهلي وصلاح باشا مهاجم أودنيزي الإيطالي وأحمد نادر حواش وكمان رأفة خليل على فكرة صلاح باشا جماعة كان بيلعب في الأهلي قبل كده من حوالي 3-4 سنين كان موجود في قطاع الناشئين لعب مميز جدا وواعد جدا إن شاء الله يكون ليه مستقبل كبير مع منتخباتنا الوطنية موجود مع منتخب الشباب اللي بيقوده الكابتن محمود جابر وبالمناسبة منتخب مصري للشباب عنده كاس أمم إفريقية هتتنظم في مصر تحت 20 سنة في شهر مارس اللي جاي يعني بتكلم بعد حوالي 7 شهور مصر على أعتاب تنظيم كاس أمم إفريقية للشباب في الفترة اللي جاي هيكون المنتخب ده هو الممثل للقرى المصرية في بطولة الأمم خلال الفترة اللي جاي طيب إن شاء الله نتمنى التوفيق لرويفيتوريا يختار قيمة كويسة خلال الفترة اللي جاي وكمان المنتخب الأولمبي عنده أول مباراة رسمية كمان شهرين في الدور التمهيدي التاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبيات باريس 20-24 طيب حساب الاتحاد المصري على تويتر بيكلموا على إن سيد جمال علام رئيس الاتحاد يوافق على طلب كلاتنبرج بإقامة معسقر لأربعين حكم وافق جمال علام رئيس الاتحاد المصري أو رئيس مجلس دارة الاتحاد المصري لقرأة القدم على طلب مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد بإقامة معسقر للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة المعسقر ده هيكون بعد نهاية الموسم هيضم أربعين حكم واضح كده من الشغل اللي هيتم الفترة اللي جاية إن مارك كلاتنبرج هيعتمد على مجموعة محددة هي اللي تكون موجودة في مباراة الدوري الفترة اللي جاية ما فيش حاجة اسمها إن أنا أجيب حكم بيدير مباراة الدرجة الأولى أحطه في الدوري الممتاز هيطبق الاحتراف على الحكام ويبقى فيه عدد من الحكام حتى لو يعني اختصر العدد لخمستاشر أو عشرين حكم هم دول بس اللي هيديروا مباراة الدوري وهيكون فيه عدد بيتناوم ما بين إدارة المباراة وتقنية الفيديو وهيكون فيه عدد من الحكام المساعدين على رأسهم طبعاً الحكام الدوليين مع المتميزين من حكام الدرجة الأولى بحيث إن مباراة الدوري سواء حكم الساحة المساعدين حكم تقنية الفيديو ما يجيش حد من الدرجة الأولى أو التانية زي ما كان بيحصل قبل كده عدد محدد بس هو اللي هيكون فيه مباراة الدوري وأعتقد أن نشوف ده باختلاف الفترة اللي جاية لما نشوف بقى مباراة قوية وحماسية وفيه التحامات وعليها الحكام بتدم ساحة للعب وما يكونش فيه صفارة كتير ولا توقفات كتير في المباراة طيب ترند العالمي والنهاردة فيه تصرحات مهمة جداً لمحمد النني طيب حساب أرسنال على تويتر نشر تصرحات لمحمد النني نجم الفريق واللي قال فيها بصوا جماعة لإيه منذ اللحظة اللي تولدت فيها أخبر والدي الجميع إن أنا سأصبح لاعب كرة قدم كابتن النني والد محمد قال للكل محمد ده هيكون لاعب كرة منذ ذلك اليوم تحديداً قرر أمي وأبي ما سأكون عليه أمر مضحك كيف عرفه ربما كان لديهم شعور قوي بذلك وأنه مقدر لي يعني لسه مولود ومحدش عارف هيبقى إيه هم حسوا من البداية هايكون لعيب كرة ده حصل تصرحات النني قالوا كمان أرادوا أن أصبح لعيب كرة منذ أول يوم ولما كبرت حبيت الكرة ليه حبي الكرة؟ لأنه في التوقيت ده كان دايماً بيروح مع الكابتن النني كل المباريات وكل المطشاط وحتى التدريبات وكان دايماً أنني بيحضر كل المطشاط وهو صغير وقال كمان لما بدأت الكرة بدأت الكرة أنا عندي ثلاث سنين حتى الناس لما كبرتوا بقى عندي خمس سنين وست سنين وبشوت الكرة قالوا لي سنك ده إزاي بتشوت كرة بالقوة دي أنني النهاردة في تصرحاته على موقع أرسنال قال كده قال كمان والدي كان لعيب كرة وعيلتي كلها بتحب الكرة فبالتالي أنا نشأت في وسط كل الناس بتلعب الكرة وبتحب الكرة وبالتالي ده ساهم أن أنا دايماً أكون في يعني مصاف الناس اللي بتلعب الكرة من أول ما كانوا صغيرين قال كمان لما كنت بلعب في الأهلي وده حاجة مهمة بالنسبة لي أو مهمة جداً لأي لعب كرة لما يبدأ مشواره يبدأ في النادي الأهلي قال إن النادي الأهلي مستو أنه بيشكل حياتك من بدري بيخليك تبدأ الكرة وإنت عندك ثقافة تلعب على الفوز دايماً عندك عزيمة بيشكل وجدانك وبيشكل شخصيتك وإنت لسه صغير أهلاً لما حتى بنفوز 7-0 كنا ممكن نتعاقب لأن بالنسبة لنا إن النتيجة دي ما تكونش كافية وكانوا بيطلبونا دايماً بالمزيد وده نعكس علي في رحلة احترافي أو في انتقال اللي اللي نقولين ورحلة احترافي في السنوات البعد كده كان كلام مهم جداً قاله محمد النني في تصرحاته على حساب أرسنال على تويتر النهاردة وحاجة مميزة جداً لما يتكلم على تاريخه ومشواره مع النادي الأهلي في بداية مشواره طيب